بسم الله الرحمن الرحيم ما حدث اليوم في الحديدة غارات جوية يبدو أنها كيانية قامت باستهداف ميناء الحديدة نحن الآن نصور على الساعة السابعة واربعة وعشرين دقيقة عشان تحديث المعلومات هتأخذ هذه الحلقة ساعة في الرندرة على بل ما تنزل لكم ونحن متابعين وشكل هذا مشيكون أول فيديو الليلة فما الذي حدث بالضبط وهل الضربة التي توجهت للحديدة هي ضربة حقيقية أم ضربة استعراضية وما الهدف من وراءها وما الذي حدث تعالوا ناخدوا الأحداث من البداية بدأت الأحداث كلها من فجر الجمعة عندما قامت قوات صنعاء باستهداف تل أبيب بطائرة مسيرة علما أن تلك الطائرة المسيرة الواضحة حتى الآن أنها لم تأتي بطول البحر الأحمر ثم دخلت إلى تل أبيب وإنما جاءت من فوق السودان ومرت من ليبيا ثم البحر الأبيض المتوسط ومن هناك دخلت على سواحل تل أبيب وهذا يوضح مدى تعقيد العملية هذه بعدها خرج يواف جالاند وتحدث أنه إسرائيل تدرس كافة خيارات الرد الانتقامي على اليمن هل ستكون ضربات محدودة أم استهداف شخصيات معينة اليوم بالفعل تم تنفيذ الضربة شهد فوق خليج العقبة سرب من الطائرات طائرات كيانية برفقتها حتى يعني الواضح حتى الآن طائرة كبيرة متخصصة بتزويد الوقود للطائرات في الجو هي طائرة إيطالية يعني سرب طائرات كيانية مع مزودة وقود جوي إيطالية تتجه إلى اليمن ووصلت بعد ساعة وبالفعل مسافة 2000 كيلو تحتاج بين السرب قرابة ساعتين للوصول 12 طائرة هذا الواضح حتى الآن من الإعلام العبري ومن تسريبات إكسيوس 12 طائرة قامت بتنفيذ عدة غارات على ميناء الحديدة طيب ما هي الأهداف التي تم ضربها حتى الآن معنا ثلاث عنوين العنوان الأول المؤكد هو خزانات مازوت محطات الكهرباء محطة الحديدة هذه تم استهدافها محطات تكرير النفط أو منشأة تكرير النفط اللي انتوا شايفين النار هذه كلها والعانا ومحطة الحديدة محطة كهرباء الحديدة هل تم الإعلان هذا لأنه تم استهداف المحطة نفسها ولا تم إعلان استهداف المحطة لأنه تم استهداف الوقود والخزانات الخاصة بها حتى الآن المعلومات مش واضحة حتى الساعة السابعة والثلث يعني بعد المغرب الأخبار حتى الآن وكل هذه المعلومات أولية أصدقائي أنه تم استهداف خزانات الوقود بعشر ضربات دفعة واحدة اتنعشر طائرة من نوعية F-35 المزودة بتقنية التخفي هناك أخبار من وزارة الصحة عن سقوط قتلى وجرحة كامل عدد حتى الآن كل المعلومات حتى الآن غير واضحة علما أنه هذه الضربات كانت داخل ميناء الحديدة هل تعطى الميناء الحديدة الآن؟ هو أنا معرفش مبدئيا ولكن قد يحتاج عدة أيام لإعادة التشغيل ما حجم الإصابات في الميناء الرئيسي حتى الآن نحن لا نعرف ما فيش معلومات واضحة النيران مغطية كل مكان ويمكن مشاهدة النيران وعمود الدخان من عدة أميال كما ورد في وكالات الأنباء علما أنه الكيان قام بتقديم شكوى اليوم لمجلس الأمن يرغف في الحصول على موافقة لشن ضربات أكبر والسؤال الآن أصدقائي هل هذه الضربة حقيقية أم ضربة استعراضية عشان لا يغرك الفيديوهات والسنة اللهب وحجم النيران تعالوا نحلل مع بعض هذه الضربة وحجمها حتى الآن أولاً إذا كان سيكون هناك رد كياني على اليمن كان يفترض أن هذا الرد يستهدف أهداف عسكرية إذا أنت تريد أن تنتقم من القوات اليمنية أو تحد من قدراتها على استهداف تل أبيب مرة أخرى فكان من الأصح أنك تستهدف أهداف عسكرية على الرغم من كذا تم التوجه إلى هدف مدنية الميناء محطة الكهرباء منشآت تكرير النفط خزانات الوقوت هذه كلها تعتبر منشآت مدنية بنيا تحتية يستفيد منها الناس ولكن تم ضرب هذا المكان ليش؟ لأنه واضح أنه الهدف من هذه الضربة هو استعراضية لو ضرب أهداف عسكرية لن يحدث ضرر كبير ولن يلاحظ أحد ذلك الضرر ولكن أمام الإعلام وأمام الداخل الكياني عشان يوريهم أنه لا زال قوي ومتحكم بكل الأحداث وأنه مصر أن يستمر في الأحداث التي تحدث في القطاع إلى آخر حد فكان يجب أحداث شو عالمي العالم الآن كله لا تغطي في الأخبار العالمية سوى عن هذه الضربة والتي قد تندر باشتعال حرب إقليمية هذا حسب الرد الانتقامي الذي سيأتي من الجانب اليمني وإحنا يوتيوب مع السلام أنتم عارفين نحن نغطي الأخبار رص معلوماته من المصادر التي طلعت منها هنتكلم في هذا بعد قليل أحبائي إذن واضح الضربة هذه استعراضية الدليل الثاني على ذلك هو لماذا استخدام طائرات F-35 هذه الطائرات شبحية مزودة بالتقنيات شبحية تجعلها متخفية إذا هتستخدمها يجب أن تستخدمها أمام جيوش متطورة صين روسيا ناس معهم أنظمة دفاع جوي وصاروخي عملاقة يعني مصممة للتعامل مع الطائرات الشبحية لماذا تستخدمها في اليمن أصلا كان طائرات F-15 F-16 يعني تؤدي الغرض والزيادة لماذا هذه الطائرات وتزويدها بالوقود في السماء من طائرة إيطالية واضح أنه العملية كلها استعراضية أنت الآن ترى حجم الضربة ها الحريق كبير البعض بيقول لهم حرق الحديدة ولكن لو جيت على الضربة اللي ضربت فين هي خزانات وقود فالطبيعي أنه يكون في هذا الحريق الهائل وهذه الكمية من الأدخنة والسؤال الثاني الآن هل هذه ضربة مدروسة وانتهينا وهتكون ضربة ضربة يعني إن لم ترد اليمن لن يرد الكيان ولا لازالت العملية مفتوحة الواضح حتى الآن أنه كان رد استعراضي مدروس فقط ولكنه ينذر باشتعال الحرب الإقليمية اللي دايما أكلمكم عليها وهذا يعتمد على الرد اليمني كيف سيأتي رأينا تصريح اليوم خارج من صنعاء قبل قليل الآن بيقول لك أنه هذه الضربة جاءت في إطار الضغط علينا للتوقف عن دعم الفريق فا ولكن هذا حلم لن يتحقق في بعض التصاريخ خارجت بتقول لك أنه فتح على نفسه أبواب الجحيم كيف سيأتي الرد وكل شيء متوقف الآن على الرد اليمني والمشكلة الحقيقية الآن هي ليست الضربة ولكن رد فعل الناس الشوارع امتلت محطات الوقود امتلت الناس بدأت تأزم على نفسها ليش هذا الشيء؟ ليش هذا التعزيم الآن الناس بدأوا يأزموا على نفسهم الشوارع مليانة المحطات بدأت تمتلي واعتقد قد امتلت كلها الناس ليش؟ اهدوا شوية ولا تخلقوا أزمة لأنفسكم ما الذي سيتطور في هذا الجانب أحباي؟ أنا هاختصر معاكم الحلقة هذه لأنه ما فيش معلومات كثيرة حتى الآن لازال كل شيء غامض نحن بعد ساعة تقريبا من الضربة هنرجع لكم ان شاء الله لاحقا بفيديو آخر لنعرف ما الذي حدث وما هي مآلات وتداعيات هذا الحدث الكبير حتى راكم لاحقا احباي اضغطونا زر لايك ارفعونا ريت الحلقة واكثروا من الصلاة على النبي في التعليقات كتب الله أجري وأجركم وحتى راكم في حلقة قادمة هذه لكم مني تحية أنا أيمن الغاز بتمتم بود وسالمين جميعا